في الشعر الكبير محمود درويش للستة الجميلة والحقيقة ان الستة لما بتكون قوية ونجحة بتكون حلوة ومبهرة بتشد كل اللي حواليها وبتلفت انتباههم والستة المصرية معروفة باسرارها انها لما تدخل اي مجال لازم تثبت نفسها وتنجح فيه بنسبة 100% الستة دكتورة مدرسة مهندسة وكمان وزيرة وقاضي ومحافظة مش بس كده حتى ستة البيت اللي بتربي الولاد بتخرج جيل بيخرج منه الظابط والمهندس والمدرس والإعلامي عشان كده احنا مش بنبالغ ابدا لما بنقول ان هي كل الدنيا والنهاردة منوراني ضيفة نكحة وقوية وجميلة نموذج حقيقي للستة المصرية حنتكلم معيها عن دور المرأة في النهوض بالمجتمع بس خلوني الاول ارحب بيها منوراني استاذة شيرين حمدي سيدة الاعمال والمجتمع المدني ازاي حضرتك؟ ازاي كنت يا نهاردة انت منوراني النهاردة انا اللي متشرفة بيكي وبالحلقة الجامدة دي ان شاء الله ان شاء الله بوجودك معنا يعني انا مبسوطة جدا وبتبسط لما بيكون معايا نمازج لستات نكحة قدرت انها تثبت نفسها لانه ده مهم جدا ان احنا نقول انه الستة المصرية دايما زي ما كنت بقول انها فأي مجال بتدخل فيه لازم تنكح انا بقول ان الستة هي عمود البيت اولا التاني حاجة اللي تقدر تعمل بيت تقدر تعمل مجال في شغلها في حياتها الخاصة حياتها الشخصية حياتها العمية فالستة تقريبا هي الكيان انا دايما بقول الستة هي الكيان هي اللي بتحافظ هي الاسرة كلها نقدر نقول نتواجد في الستة كل شيء اه مظبوط لانه انا بشوف يعني مش قصلي طبعا تقليل من دور الراجل هو اكيد الراجل دوره مهم وجوهر الراجل لولا برضو الراجل ما كانش الستة يعني لولا الراجل ما كانش بقى فيه ست صح فدايب بس الستة بنقول ان خدت وضعها زيادة دلوقتي في مجالات بقى كتير في حياتها بقى لها شكل خاص يعني مش اكتر من الراجل طبعا بس بقى لها فايدة تقدر تساعد ايد بايد صح اللي هو احنا مع بعض وجنب بعض بنكمل بعض موسيقى